اشتركوا في القناة في وفاة المغفور له بابن الله تعالى صاحب السمواء الامير الاب الشيخ خليفة بن حمد الثاني رحمه الله وذلك في قص الوجب بالعاصمة القطرية الدوحة كما كان في استقبال صاحب السمواء الملكي رئيس الوزراء نواب رئيس مدس الوزراء وعد من كبار المسؤولين بالمملكة وسفير دولة قطر الشقيق لدى المملكة وسفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين هذا وكان صاحب السمواء الملكي رئيس الوزراء قد غادر مملكة تايلند في وقت سابق متوجها إلى قطر الشقيقة بعد زيارة شارك فيها سموه في مؤتمر القمة الثانية للحوار الأسيوي مثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة كما عقد سموه جلسة مباحثات مع معادل جنرال برايوتشانوتشا رئيس وزراء مملكة التايلاند تناول السبل الكفيلة بتقوية أفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والدولية وتوحيد المواقف فيما يتعلق بتطورات الدولية في شقيها الأمنية والاقتصادية رافقت صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال